الذهب البلاستيكي الذهب الجديد مجوهرات عيار ثمانية عشر ولكنها من البلاستيك اكتشاف علمي وثورة تكنولوجية جديدة وهذه المرة اتخذت سوق المعدن النفيس ساحتها مادة الماطات تلعب بتركيبة الذهب وتعصف بالفضة والنحاس من قائمة مكوناته الهند والصين أول المتضررين ودول الخليج والجزائر قد يكون من المستفيدين عزيزي المشاهد نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زويا فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كما أن مرورك علينا بالتعليقات يسعدنا رغم اختلاف المعلومات إلا أن الثابت منها يقر بأن من أول المعادن التي عارفها الإنسان هي الذهب الذي يعود إلى آلاف الأعوام قبل الميلاد وعلى امتداد العصور والأزمان ظل هذا المعدن محافظا على لقب أفضل مصادر الزينة الشخصية باعتباره معدنا نفيسا ونادرا وتحول فيما بعد إلى وسيلة للتبادل التجاري وبالرغم من التغيرات الاقتصادية والأزمات لم يفقد قيمته قد هذا ما جعل له شعبية واسعة كمصدر للحلي خاصة في الصين والهند ليكون هذين البلدين من أكثر المؤثرين في سوقه العالمية ثمانمائة وخمسة عشر طن هي نسبة الطلب العالمي على الذهب وأكثر من نصف هذه الكمية توجه لصناعة الحلي حيث بلغ الانفاق على المجوهرات الذهبية سبعة وعشرين فاصل خمس مليار دولار لتفوق هذه الكمية حتى الكمية المستخدمة في العمولات والسبائك الذهبية البالغة ثلاثمائة وتسعة وثلاثين فاصل خمسة بفضل شكله وندرته وخاصة تركيبته النقية على عكس المعادن الأخرى التي تطلب جهدا ومعالجة تميز الذهب بسهولة إعادة تشكيله وتربعه على عرش أكثر المعادن استخداما اليوم ثورة تكنولوجية تنضاف إلى المجال العلمي وتعصف بثوابت عالما الحالية وهذه المرة في مجال المعدن النفيس فقد نجح خبراء تكنولوجيا سويسريون مؤخرا في التوصل إلى طريقة في صنع الذهب عيار ثمانية عشر من عناصر بلاستيكية عوض السبائك المعدنية بدأ خبراء المجال يبحثون في طرق صناعة مجوهرات خفيفة الوز لكنها تحافظ على عنصر الذهب فيها لتكون ميزة هذا الذهب الجديد اكتسابه لنفس الخصائص المادية للبلاستيك أو كما فسره رافيال ميزينجا الباحث الرئيسي في هذا الاكتشاف فإنها إذا سقطت قطعة منها على سطح صلب فإنها تبدو مثل البلاستيك لكن شكلها مثل الذهب المعدني ويمكن سقلها وتشكيلها بالشكل المطلوب وتم ذلك فعلا باستعمال ألياف البروتين ومطات البولامر مع بلورات الذهب النانوية هذا الذهب الجديد حطم رقما قياسيا من حيث الوزن ونجح صانعوه في جعله أقل خفة بحوالي عشرة مرات من الذهب التقليدي عيار ثمانية عشر قيرات فالتركيبة التقليدية لهذا النوع تتكون من ربع النحاس وثلاثة أرباع الذهب بكثافة حوالي خمسة عشر جرام بينما صار من الممكن اليوم صناعة نفس نوع الذهب ولكن بكثافة 1.7 جرام ولأن هذا النوع الجديد مصنوع أساسا من مطات البولامر لا بد من المرور على تفسير أهميتها البولامر أو المطات كلمة تستخدم عند الحديث عن منتجات البلاستيك التي هي في الأصل بوليمرات استناعية مشتقة من النفط أو الغاز الطبيعي تحت ظروف تفاعل محددة وبادت هذه المادة مجملا تتواجد تقريبا في كل جوانب الحياة الحديثة اليومية بداية من قوارير المياه إلى الإطارات والهواتف وغيرها وما زالت مختبرات العلماء تعمل على خطة مستقبلية حولها حيث يتم يوميا تطوير طرق استعمالتها منها ما يتم في مجال تطوير الأدوية والمنتجات اليومية وخاصة استخدامات البوليمرات الكربونية في صناعة السيارات أو ما يطلق عليها مركبات البولامر أو شرائح ألياف الكربون المواد الأساسية المستعملة في تركيبة الجيل التالي الجيل الذي وضع معادلة لصناعة سيارات أكثر كفاءة وأكثر أمانا والأهم أخف وزنا كما تدخل البولامر في أكثر المجالات حيوية الآن وبات يمثل مستقبل مكافحة الشيخوخة ذلك أنه استخدم في تصنيع الجلد الصناعي وكريم السيليكون لشد التجاعد ومعالجة من يعانون من الأمراض الجلدية كالإكزيمة واليوم استخدامها في صناعة الذهب الجديد يعتبر ثورة تكنولوجية أخرى فالذهب البلاستيكي هذا لن يكون مطلوبا فقط في صناعة الساعات والمجوهرات وإنما كذلك في التطبيقات الإلكترونية والتحفيز الكيميائي والحماية من الإشعاع ولكن لا يمكن أن يظهر اكتشاف جديد دون أن يجر وراءه أسئلة ومخاوف وأبرز هذه التساؤلات سيقترن بالجودة والقيمة فهل يمكن أن نقول اليوم أنه لمجوهرات الذهب البلاستيكي نفس قيمة المجوهرات التي عهدناها وهل سيضمن هذا المنتوج الجديد الذي سيعرض قريبا في الأسواق ثقة الحريفة دون أن ننسى طبعا ما ذكرناه في البداية عن السوق الهندية والصينية الضخمتين التي تستثمر شعوبها في الذهب بقدر واسع وإذا ما أعدنا ترتيب قراءاتنا للأرقام فإن تركيبة الذهب الأصفر عيار 18 العادي هي مسج بين 75% من الذهب و 15% من الفضة و 10% من النحاس فألا يكون في تعويض غالبية هذه المعادن بمطات البلاستيك ضربة خطيرة لصادرات الدول المنتجة لمعدن الفضة والنحاس خاصة علما وأن الدول الثلاثة الأولى في إنتاج الفضة هي المكسيك بحجم إنتاج بلغ 6724 طن تليها البيرو بنحو 4740 طن والتي تستفرد كذلك بثاني أكبر احتياطي فضة عالميا والبالغ حوالي 121.3000 طن وتأتي الصين الثالثة في الترتيب ب3968 طن أما النحاس فهي تشيلي ثم الصين ثم البيرو ولكن بانخفاض الطلب على الفضة والنحاس لا ننسى أن كفة الميزان ستميل مباشرة نحو مطات البوليمر باعتباره المادة الرئيسية في الذهب الجديد وللتذكير فأن هذه المادة تشتق بالأساس من النفط والغاز الطبيعي ومن أول الدول العربية المنتجة لهذه الثروات هي أساسا دول الخليج العربي وكذلك الجزائر الذهب الجديد مجال جديد يفتح أبواب المنافسة لتتغير الموازين من جديد وتثبت مجددا أن البحث العلمي والاكتشافات قادرة على العصف بأكثر الترتيبات العالمية التي لطالما ظننا أنها ثابتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة